فوترة السلعي، مسح الديون ومراجعة المنظومة الضريبية أهم المقترحات التي قدمها اتحاد التجار والحرفيين للجنة الاقتصادية بالبرلمان من أجل ضبط الأسواق وتعافي الأسعار مطالب يرافع هؤلاء من أجل إدراجها في قانون الاستثمار الجديد نحن باش نروح إلى قوانين مستقرة حتى لما يتم وضع قانون لخاصة الاقتصاد الوطني أو الاستثمار أو التاجر أو جميع الطياف المشاركة في تفعيل عجلة الاقتصاد ونحن نعلم باش نوصلوا إلى قوانين شاملة وقوانين عادلة لازم نستشير القاعدة أربعة وثلاثون فيدرالية تابعة للاتحاد حضرت هذا اللقاء طرحت المشاكل وقدمت الحلول وعلى رأس أولوياتهم مراجعة القوانين التجارية القديمة وتحويل السوق الموازي لإدخاله في الضوائر الرسمية يجب أن نرى حل لاتجارة الموازية لكي لا تبقى إذا كانت دولة تحتنا طلبت منها لكي نخدموا بالفوطاء وطلبت منها مشاكل محدود أمبو سونتاشا أنا قابلين ما تنجي مش تحاسبني تقول لي أكتبع الباطل طب 20 ميل ولا 50 ميل ما بيحاكي نبغي علاش ما فيش قانون لي حدد لي فيه ردي باتي دي باي منظمة حماية المستهلك أيضا كانت أبرز الحضور وبرسان المستهلك وضعت النقاط على الحروف وطلبت بتنظيم النشاط التجاري أكثر نحن قدمنا مقترحات وحلول كمنظمة ومنها هي وضع أسعار مرجعية أو تحديد يعني كسعر أقصى لها وسعر أدنى لها وأيضا تحديد هوا مش الربح تكلمنا على الفوطرة الفوطرة هي السبيل الوحيد لتحديد هوا مش الربح وتتبع هذه المادة من المنتج إلى المستهلك تعداد تجار النظاميين في البلاد يفوق مليوني ناشط رقم لا يغطي احتياجات القطاع التجاري في الجزائر الأمر الذي يستدعي طرح المزيد من التحفيزات لهؤلاء من أجل استثمارات أخرى بالإضافة لامتصاص الأنشطة التجارية الموازية وإدخالها في القطاع الرسمي